بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا الثلفي أن يقدم لكم هذه المناسبة أعوذ الله والشيطان الرجيم وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنجيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يسركون في الكلام على تشير المن والسلوى ذكرنا أن المن هو مكان هو من كمى الله به على غالي إسرائيل من طعام وشراب مما ليس لهم فيه عمل ولا كبير هذا ترجيح الكثير رحمه الله ومنه المن المشهور الذي يودد على بعض الأشجار مثل العسل وقد روي الحديث الكمأة من المن وماءه شفاء للعين كما ثبت ذلك عن من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري عسي وروت في النبي وروت في النبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماءها شفاء للعين قالت المليء حسن غريب وصحان شخص الله العدوة من الجنة يعني هذه سبعة من جنة وجدت في الأرض لكن بلا شك ورواه في الأرض أنقصها يعني حالها لكن أصلها من الجنة كما أن الحد الأسود من الجنة ولما ورد في الأرض يسود من خطايا أهل الشر والميل والفراس من أنهار الجنة وعندما ورد في الأرض حصل فيهما من الطين وغير ذلك ما حصل لكن إذا كان كذلك فهو طعام مبارك فيها شفاء من السم العدوة والكمأة المشهور أو المعروف أنها نبات كتر مثل عشر غراب كما يكلونها وماءها إذا نكعت يعني شفاء للعين والله أعلم وروا الحافظ أبو عبدوايه في هذا الحديث النبي غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين والعدوة والجنة وهي شفاء من السم قد رواه أيضا النتائي صراه السميعي والمتائي وروا النتائي أيضا وابن ماجر حديث شهر هذا بقصة العجوى عند النتائي إلا أنه من قطع وروا وروا أن سيئه في الوليمة من السنن عن أبي هريرة قال قرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة وبعضهم يقول جدري الأرض فقال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين ومثل ذلك أيضا روى الإيمان أحمد عن أبي سعيد عن جابر ابن عبد الله وعبي سعيد الحدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين والعدوة من الجنة وهي شفاء من السم ورواه النتائي في الوليمة في لفظ الكمأة من المن وماءها شفاء للعين ورواه أيضا النتائي ورواه ابن ماذا والنتائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين ورواه ابن مردويه من حديث أنس قال مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا رأوا يعني اختلفوا في الشجرة التي الزثة من فوق الأرض ما لها من قرار فقال بعضهم محتبوه الكمأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء العين والعدوة من الجنة وفيها شفاء من السم أما السلوى فقال علي بن أبي طلحة بن أباس السلوى طائر شبيه السمانة كانوا يأكلون منه السمانة المعروف يعني وقال السدية خبر ذكره عن ابن أباس وعن ابن أسعود وعن ناس من الصحابة السلوى طائر شبيه السمانة فروى ابن أبي حاتم عن ابن أباس قال السلوى هو السمانة وكذا قال مجاهد والشعبي والبحاك والحسن والعكرمة والربي ابن أمس رحمه الله تعالى وعن عكرمة أما السلوى فطير كطير يكون بالذنة أكبر من العصفور أو نحو جاء السنان أكبر من العصفور وقال قتاب السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرى الحمرى اسم طائر أيضا تحشرها عليهم الريح الجنوب وكان الرجل يربح منها قدر ما يكفيه يومه يومه ذلك فإذا تعدى فسده إذا ببح أكثر من حاجته فسده ولم يبق عنده حتى إذا كان يوم تابسه ليوم زمعته أخذ ما يكفيه ليوم تابسه ويوم تابعه لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء أو لا يشخص فيه شيء ولا يطلبه لا يخرج إلا للعبادة وقال وهو المنبي السلوى طير سميل مثل الحمام كان يأتيهم فيأخذون منهم من تبس إلى تبس وفي بواية عن واحد قالت سألت بن إسرائيل موسى عليه السلام لحمة فقال الله فقال الله لأوسع إنهم من أقل لحم يُعلم في الأرض فأرسل عليهم ريحة فأذرط عند مساكنهم السلوى وهو السمانة مثل نيل في نيل قد غيد رمح في السماء يعني نيل في نيل أرض كده ما لينصر فخبقوا للغد فمتن اللحم وغمز الخبر ماتن اللحم يعني هو رب العطيم هو واسع جدا لكن صف الإيسان عاجي حوش فلما الحديث صحيح أصلا سيأتي لولا بنه إسرائيل لم يخمز اللحم يعني لولا بنه إسرائيل ما كانش اللحم أعطنت أبدا لكن لما هم ادخروا مع أن الله وصى عليهم وأتاهم من حيث لم يحتفنوا فخنز فتا ما نجن اللحم وخنز الخبر يعني احتعصن وقال التدير لما دخل بني إسرائيل أتيه قالوا لموسى عليه السلام كيف لنا بما هاهنا أين الطعام فأنزل الله عليه والمن فكان ينزل عليهم فكان ينزل على شجر الزنجري والسلوه هو طير الشر السمانة أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان ثمينا لبعه وإلا أرسله فإذا ثمن أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب فأمر موسى فضرر بأعطاه الحجر فانفجرت منه اثنت عشرة عينا فشدد كل سلط من عين فقالوا هذا الشراب فأين الظل فظلل عليهم الغمان فقالوا هذا الظل فأين اللباس فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصديان كيف ضمعهم ولا ينخرق لهم سو فذلك قوله تعال وظللنا عليكم الغمان وانزلنا عليكم من أستروح وقول وعيد استشقى موتى بقومه فقل نطلب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنت عشرة عينا قد علينا كله ناس ما اشربه كله واشربوا من رجل الله ولا تعطوا في الأرض ومشيه وروى عن واحد بن نبه عبد الرحمن بن جديد من أسلم نحن وقالوا سديهم وقال ابن جديد عن حجات عبد الرحمن بن جديد قال قال ابن عباس خذق لهم في كيه جياب لا تخرق ولا تدرن يعني تشخش لا يصيب هدرن ولا تتخرق قال ابن جديد فكان الرجل إذا أخذ من المنه والسلوى فوق طعام يوم فتبت إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الضمعة وعمى يوم السبت فلا يصبح فاشلا قال ابن عطية السلوى طير بإجماع المفسرين وقد غلط الهددي في قوله إنه العشب قال القرطبي دعوى الإجماع لا تفح لأن المؤرخ أحد علماء اللغة يفسير قال إنه العشب واستذل بجاية الهددي بها وقاتمها بله جهد لأنتم ألد من السلوى إلى ما أسورها يقول وذكر أنه كذلك في لغة جنانة لأنه يسلى به ومنه عيد سلوان قال الزوهري السلوى العسل والسلوانة والسلوانة خرجوا كانوا يقولون إذا صب عليها الماء ماء المطر فشريناها العاشق سلا قال الشاعر شريفت على سلوانة ما أمزنفن فلا وجديد العيش يأمى ما أسلو أنا لا أفهم قراءة الشخص وإسم ذلكا مع السلوان قال بعضهم السلوان دواء يشفي الحيين فيسلو يسلو عن ينسك والأطلاء يسمونه مفرح قالوا والسلوى جمع بنفض الواحد كما يقال سمانة للمفرد والجمع قال الكسائي السلوى واحدة وجمعوه سلوى نقى له كله القرطوليس الغرض المخصوط أن الله متن عليهم بالنم وهو شراب حل أو مثل الشراب وغذاء والسلوى وهو طير عند جمهور المفرد فقوله تعالى كل من صيدات ما رزقناكم أمر إلاحة وإرشاد وامتنان فقوله تعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يضرمون أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال تعالى كلوا من رزق ربكم واشكوروا له فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم هذا مع ما جاهدوه من الآيات البيانة فظلموا أنفسهم هذا مع ما جاهدوه من الآيات البيانات والمعجزات القاطعات وخوارف العالم ومن هنا تتبينوا فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على إجراء المنزلات فضيلتهم على سائل أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنسهم مع ما كانوا معه في أشكاره وغزواته منها عن سبوك في ذلك القيض والحرج الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان فهلا على مبيه صلى الله عليه وسلم لكن لما أجهدهم الجوع سألوه أن يكثر سألوه في تكتير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرة في الشاه فدع الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابه فأمطرتهم فشربوا وتقعوا الإبل وملأوا أسليتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر فهذا هو الأكمل في اتباع الشرح مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يرضى بما قدره الله ويلتزم السرق وينتظر الفرج من عند الله هذا فيه أن الله عز وجل غمّد لإسرائيل على عدم استغلالهم نعم الله في عبادته وشكره ولكن ظلموا أنفسهم بالسرق والمعاصي وبين عز وجل أن هذا الظلم هو لأنفسهم ليس لله الظلم وضع الشيء في غير موضعه فإذا عبد الإنسان غير الله وأطاع غير أمره هو في الحقيقة لم يظلم الله لأن معصيته وكفره ليست تغير من حقيقة الأمر شيء وأن الله وحده هو الإله المعبود المستحف للعباد لكنه وضع نفسه في غير موضعها حين عبدها لغير الله وحين ذعلها تطيع الشيطان وتطيع الهوى في معصية الله لذلك لا يلوز أبدا أن يقول أحد أن الشرك ظلم العبد لله فإن هذا كلام فاسم الظلم وضع الشيء في غير موضعه فهل إذا عمل الإنسان غير الله وضع الله في غير موضعه حتى يقال ظلم لله الله عز جل أعز من أن يظلمه أحد من خلقه والآية نص في أنهم ما ظله الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما ظلمون فمن وقع في كلامه من المتأخرين الشرك الأكبر ظلم الله عز وجل أو ظلم العبد لربه فهذا كلام فاسد يجب أن يغير فهو ظلم العبد نفسه بالشرك يعني وضعها في عبورية غير الله فهو وضع نفسه ولم يضع ربه سبحانه وتعالى ربنا توقى العرش الإله المعبود الذي يستحر فعني عبد وحده نفسه وأما قوله وإن قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم روضا وادخلوا الباب سجبا وقولوا حفقة نوصل لكم خطاياكم فالتنجيد المسلمين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي يقيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجلا من السريعين عشان والسقون فقال المتهيص يقول تعالى لائما عليهم لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدمهم بلاد نصر صحبة موسى عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي جامرات لهم عن أبيهم إسرائيل والحقيقة والحقيقة قال كذلك وورث ما هذا لإسرائيل وما كان بميراث من أبيهم في عقوب ولغيهم فلم يستحقوها لأنها ميراث عن أبيهم إسرائيل إنما استحقوها بتوكيد الله ولما عصوا الله حتى بطن وحقيين لم يستحقوها وإنما استحقها الجيل المؤمن مع يوشع الجنون بالإيهان والإسلام فالإيمان والإسلام هو الصفة التي يمكن الله عز جل لعباده في الأرض قال فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العناليخ الكفرة لأن العناليخ أولد عمليق ابن سام الدنوش وليس أنهم عمليخ يعني كبار في الحجم فالآثار الوالدة أنهم كانوا أحجامهم هائلة آثار كلها إسرائيلية غير مقبولة قال فنكلوا عن كتالهم وضعوه واستحسروا استحسروا انقطعوا فرماهم الله بسيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة النائدة ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة القرية التي قيل له ادخلوها قيل بيت المقدس كما نص على ذلك السبي والربيع بن عمش وقتال وأبو مسلم الأصلاحي وغير واحد وقد قال الله تعالى حاكم عن موسى يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآيات وقال أقوم هي أريحة ويحتى على ابن عباد وعبد الرحمن بن جيد وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحة وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها نفس حكاه فقر الدين الرجل التسليم والصحيح الأول أنها بعيد المقدس وهذا كان لما خرجوا من الكيه بعد أربعين سنة مع يوسى بن بنون عليه السلام وفاتحا الله عليهم عشية جمعة آخر يوم جمعة في ذلك يليس ساعة وقد حبثت له الشمس يومئذ قليلا حتى أنكم الفتر ثابت هذا في الحديث القليل أن النبي قال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احدثها علينا ذلك أنه إذا غربت الشمس امتنع الختاب لدخول ليلة السبب فطلب من الله أن يحدث الشمس وظل في الشمس ممتنع عن الغروب إلى أن تم الفتر ودخلوا بيت المقدس قال أما أريحاء فقرية ليست مقصورة ببني إسرائيل ولما ستحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أمعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من الكيه والبراج قال العطي في تفسير عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى ودخلوا الباب سجدا أي ركعا العطي عليه السبب وروا ابن جليل عن ابن عباس في قوله ودخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير رواه الحاكم ورواه ابن علي حاكم وزاد فيه فدخلوا من قبل أستاهم والعاب والله ودخلوا من قبل الضبر عنادا يعني بعضهم طب ليه وصف الجميع بذلك لأن الموجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم هم من الجنس المخالفين دول ومطاعم فيه الطائفة المؤمنة كانت معلوش عن جنون لكن كان فيه نوعية متعبة ونوعية مخالفة دائما هم الذين قالوا ايه حمطة حبا في شعير بعد الحطة الوحمطة ودخلوا الباب يزحفون على أستاهم عنادا فنوعية طبيعة هذه النوعية هي نوعية المجرمين الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أثير لهم وإذ قلنا وهي قال تبدأ بجريمة ظلم قولا غير الذي فيه لهم وقال خطيش يقول قائل حسن المصري أمروا أن يسجدوا على ولوههم حال رخولهم واستبعده الرجيم وحكي عن بعضهم أن المرادة ها هنا بحجود القضوع لتعذر حمله على حقيقته أنه هو ازاي أي خش تاجد من فعش عشان كده بعضهم فسروا بالرقوع متواضعا جي ما رسول الله دخل مكة ايه ورأسه يا كبير مصر ظهر راحلته تواضعا لله يبقى الحناء يعني منحني تواضعا لله ما يدخشش بقى راسع راسع وعذا كده جي لغشة العسكالية العسكاليين نسع الله العافية فأمروا أن يدخلوا متواضعين خاضعين في بقى ترشين أخر سات وقال خطيش فقال عكريمة قال ابن عباس كان البابه قبل الخبلة وقال ابن عباس ومجاهد السدية وقتلوا بحكوة بابه الحطقة من دار إلياء بيت المقدس ثم البد بناء على القصة وحكى الرجل عن بعضهم أنه عنا بالباب جهة من جهة الخبلة وقال خطيش فقال عكريمة قال ابن عباس فدخلوا على شط فدخلوا على جنب ميلين وقال السدية عن أبي شعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله المسعود كيلة لهم دخولوا الباب السددة فدخلوا مقليه رؤوسهم أي رافع رؤوسهم يعني كده الفوق خلاف ما أمروا فقوله تعالى وقولوا حطة قال الثوري عن الأعمش عن ابن هال عن شعيد الزبير عن ابن عباس فقولوا حطة قال مغفرة اشتغفروا وروي عن عطاء والحسن وقتاله والربيع ابن أنس ونحن فقال ابن عباس وقولوا حطة هيقولوا هذا الأمر حق كما كيل لكم وقال عكريمة قولوا لا إله إلا الله فقال أوزاهي كتب ابن عباس إلى رجل قد سماع فشأ له عن قوله تعالى وقولوا حطة فكتب إليه أن أقروا بالذنب فكتب إليه أن أقروا بالذنب وقال الحسن وقتابه أي أسطت عنا خطايانا ده أقرب الأقواش إن حطة لأن اللغة الإجرية أصلا قريبة من اللغة الإيه العربية حطة أسطت عنا ذاك هما زادوا في حطة إيه النون نغفل لكم خطاياكم وسنجدوا مستنينها هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطايا الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنان وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بجنوبهم ويستغفروا منها والشكر على المعمة عندها والمبادرة والشكر على المعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ما تدخلون في دين الله أفواجع فتدع بحمد ربك واستغفره إنه كان ثواجع فصله بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر وفصله ابن عباس لأنه نعي إلى رسول الله تعالى أجله فيها أو نعي إلى رسول الله لم أجله فيها وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه ولا منافة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يظهر عليه الخضوع جدا عند المقصر كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثمية العليا وإنه لقاضع بربه حتى إن غسلونه ليمس مورك رحمه يفكر ترش رأسه ترش رأس النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يمس ظهر الرحمة أو مورك الرحمة اللي هو أضع عليه بركة شكرا لله على ذلك ثم لما دخل البلد اغتسلوا وصلى ثمان ركعت وذلك ضحى فقال بعضهم هذه صلاة الضحى وقال أقول بل هي صلاة الفتح فاستحبوا للإيمان والأمير إذا فتح بلدًا أم يصلي فيه تمام ركعه عند أول دخول وإذا بقى السجود محمول على إيه؟ على حقيقة إنه دخل فإيه؟ فسجد فصل فيها السجود فإدخلوا فما تدخلوا أول ما يبدأوا يبدأوا بالعبادة التي فيها السجود قال فإن كما تعالى سعد الزعري والقاص رضي الله عنه لم ندخل إيوان كسرة صلى فيه تمام ركعه والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم وقيل يصليها كلها بتسليم واحد الله أعلم بناء على أن صلاة النهار مسنى مثنى فإن يصلي تمام بكعات كل بكعاتين الناسين وقولوا تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غيرا الذي خيل لهم روى البكاري عن أبيل غيرا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لذني إسرائيل ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة فدخلوا يزحقون على إساهم فبدلوا وقالوا حطة حب في شعره حب في شعره حب في شعره الأمحة الأمحة تلاقيها الشعيرة الحمطة والشعير تلاقي عبارة في صنبولتها عبارة فيها شعره عبارة عن الكفاء قبل ما تتتزال الحشرة تلاقيها ترضين كده فهم حطوا النون تحريفا للكلم فأصبح حمطة وغيروها قالوا حب في شعره حبت حمطة حبت أمحة أو شعير في شعره اللي لها ترضين مدببين أنا عياده بالله وفي رواه النسعي في قوله حطة قالوا فبدلوا وقالوا حبه وقال عبد الرزاق في سنبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل وذكوروا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا ودخلوا الباب يزحقون على أستاهم فقالوا حب في شعره هذا صحيح رواه بخاري والتلمغي وقال حسن صحيح وقال محمد بن إسحق كان تبديلهم كما حدثني طالح متشاه عن طالح حول التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهمه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحصون على أستاهم وهم يقولون حمطة في شعيره نعوذ بالله استهجاك والعالة والتخرية وروى أبو داود عن أبي شعيد الخدري عن المريض صلى الله عليه وسلم قال قال الله لجاني إسرائيل ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم في الوقت قال عن أبي شعيد الخدري قال شرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثمية يقال لها ذات الحنظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفر هذه الثمية الليلة إلا كمتى الباب الذي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ثمية مكان ضيء بين جمالين وروى سكن السريع البراء في قوله سيقول السبحاء من الناس قال اليهود قيل له ودخلوا الباب سجدا قال ركعا فقلوا حطة أي مغفرة فدخلوا على أساهم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرا فذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قولوا 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 حنطة وقالوا حنطة فقالوا حنطة حبة الأمراء فيها شعيرا فانزل الله تبدل الذين ظلموا كولا غير الذي قيل لهم قولوا قول هذا يا أستاذ الله شكرا